عبارة if then الشرطية طبعا هي العبارات الشرطية التي تستخدم في حال أنني أريد تنفيذ أمر معين عند تحقق شرط معين فمثلا لدينا في هذا الجدول فرض أن لدي اسم للطالب ولدي علامة الطالب في الخلية بي اثنان فأفترض أن إذا كانت علامة الطالب أكبر من سبعين في بي اثنان يجب أن يكون الطالب ناجح كيف نقوم بذلك في الفيديو البيزيك أولا نعرف التابع الفرعي سب سي او على سبيل المثال الخلية بي اثنان هي الخلية التي تحوي علامة الطالب إذا كانت بي اثنان أكبر من سبعون ثن إذن إف الشرط ومن ثم ثن انتر أريد أن يضع لي في الخلية سي واحد أريد أن يضع قيمة ناجح يجب هنا أن تغلق إف إذن أركان تعليمة إف إف شرط ذن ماذا أريد أن يحقق عندما يتحقق الشرط أن أنفف ومن ثم انت إف واحد تعليمة إف اثنان ما هو الشرط بعد الشرط هناك الذن بعد الذن ما هو الأمر الذي أريد أن يكون إذا تحقق الشرط الأمر الآخر هو انت إف ماذا ستكون نتيجة هذه التعليمة إذن في السي اثنان أريد أن يكتب ناجح لنرى إذن لو أعطينا تحقق من النتيجة أعطى الناجح ماذا لو وضعنا العلامة هي خمسون وقلنا تحقق من النتيجة كما تلاحظ لم يتغير شيء وبالتالي لا بد من وجود شرط آخر وهو أن إذا كانت النتيجة أقل من علامة السبعين فهنا نستخدم عبارة إلس إذن في البداية استخدمنا إف الآن نريد استخدام إلس وهنا نريد أن نضيف في البداية إف ومن ثم ذن ومن ثم إند إف قبل إند إف يجب أن أضع شيء آخر بمعنى إلس كلمة إلس في اللغة الإنجليزية هي بمعنى وإلا يعني أنا في البداية إذا كان أكبر من سبعين أعطيني ناجح أما في حال كانت النتيجة وإلا أي أقل من سبعين أريد أن يكون الجواب راسب إذن لنختبر هذا الأمر وسندخل علامة الخمسين مثلا أعطى راسب ماذا لو كانت سبعون لأنني أنا لم أضع أكبر أو يساوي واحد وسبعون مثلا سيكون الأمر ناجح وبالتالي الأمر بهذه البساطة تماما إذا كان أكبر من سبعون يجب أن تكون العلامة ناجح أقل من سبعون هو يعطي راسب إذن أكبر أو يساوي إذا أردت أن يكون أصغر فهي بهذا الشكل إذن الآن عندما ستضع علامة سبعين سيعطيك أن النتيجة أيضا ناجح لنرى سأضع السبعون وأقول تحقق من النتيجة يعطي ناجح تسع وستون راسب نعود للسبعون ناجح إذن بهذا الشكل نكون قد نهينا عبارة if then الشرطية وتكلمنا أيضا عن else التي تحتمل الخيار الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر